نستمتع بالدوريات الأوروبية الحقيقة للخمسة الكبرى وهناك برضو دوريات حتى لو مش محسوبة من ضمن الخمسة الكبار لكن في دوريات كويسة لكن دوري الأبطال شيء مختلف كرة مختلفة الحقيقة تحدي الأوروبي يعني فكر بشكل مختلف المرة دي وقال لك عايزين يعني الناس بتستمتع بالكرة وستمتع بالمتشاط عايزين نكتر عدد المباراة فقال لك أنا هنعمل 36 فريق ولكن بنظام مختلف المرة دي هيكون نظام البطولة الجديد اللي هيبتدي من بكرة الحقيقة هقول لكم المتشاط لكن هيكون الشكل مختلف من خلال دوري بالنقاط 36 فريق دوري بالنقاط أول 8 مراكز هيتأهله رسميا أو على طول لدور الستواشن أما باقي الفرق اللي هو من التاسع للـ 24 هيعمله ملحق ذهاب وعودة هياخدوا منهم التمانية الأوائل طبعا ذهاب وعودة برضو بالنقاط هياخدوا منهم التمانية الأوائل وبكده يبقوا 16 فريق هيتأهله ليه طبعا 6 الأوائل اللي هم أو 8 الأوائل اللي تأهله أصلا مع التمانية اللي هيكون من الـ 24 هيتأهله كده هيبقوا 16 فريق هيلعبوا بقى دور 16 بنظام الذهاب والعودة وخروج المغلوب بشيء طبيعي لكن هنا كانت الفكرة أنه بيزودوا عدد المباراة أكتر بالنسبة ليه فرق أوروبا أو الأندية الأوروبية بشكل كبير عشان يبقى فيه إثارة أكتر فيه مباراة أكتر مطع أكتر ده بالنسبة ليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طبعا بقى الفرق اللي هي بقى اللي مش هتكون من 8 في الملحق التاني مش هتكون من 8 الأوائل هيتخرجوا بقى خالص برة خالص البطولة وهتبقى طبعا بالنسبة ليه دور 16 بالنسبة ليه الفرق المتبقية دور 16 عادي بالنسبة ليه دوري أبطال أوروبا اللي بنحنا بنستمتع به الحياة فيه كرة القدم وبالتالي من بكرة إن شاء الله هيكون مباراة اليوفينتوس وإندهوفين هكون الساعة 8 إلى 4 يانج بويز مع أستون فيلا في نفس التوقيت وبارن مينيخ مع دينامو دغرب الساعة 10 وميلان مع ليفر بول الساعة 10 ماتش كبير وماتش جامد ده ثم سبورتينج ديشبونا مع ليل الفرنسي الساعة 10 وريال مدريد مع شتوتجارد في نفس التوقيت برضو الساعة 10 ده اللي كل محبي كرة القدم هياكون إنا هستمتع به اللي هنشوف بقى نجاح هذه البطولة بالشكل ده أكيد يعني الناس حاسبينها والناس يعني كل معدد المباراة بيزيد الرعاة بيزيده الفلوس بتزيد قيمة الاشتراك أكيد بالنسبة للفرق بيزيد فده في حد زيته طبعا فايدة لكل الفرق طيب اسمحوا لي يعني دائما إحنا بنتبتدي وبنتكلم على الأخبار الخاصة بالفريو وتكون معاكم دائما خلينا نبتدي بأهمها إن شاء الله اشتركوا في القناة طيب بالنسبة بقى إن شاء الله ليه المباراة العودة بالنسبة ليه الأندية الأربعة خلينا نتكلمكم بس عن الأهلي لأن الأهلي أخد موافقة على حضور 30 ألف مشجع في المباراة القادمة حقيقة الحضور الجماهيري بيبقى مؤثر ومهم جدا بالنسبة ليه الأندية احنا بنتكلم احنا عندنا ثلاث أندية شعبية مشاركة في بطولات أفريقيا الأهلي الزمالك المصري بيرامد موجود طبعا بقى ليه جماهير ووجود جماهيري بيبقى موجود ليه لكن طبعا مش بنفس الحجم والكم الخاص بالأندية الثلاثة الأخرى وبالتالي النادي الأهلي بيوافق أو الأمن بيوافق على حضور 30 ألف مشجع ممكن بعد كده مع طبعا استمرار المباراة ووجود الأهلي في دور القادم إن شاء الله لأن طبعا خلاص الأهلي بشكل جديد ضمن الوصول للدور القادم يكون العدد أزيد وثم بقى مع أهمية المباراة العدد يزيد ده برضو نفس الشيء سواء بقى للزمالك أو للمصر هيكون نفس الشيء بأمر الله بوجود الجماهير الفكرة لو أنت خلاص ضمنت الحقيقة الوصول يعني الرجل بيفكر إنه رايح بعض اللعبين بعض اللعبين ممكن زي الشناوي وشو بير يخش ده في حد ذاته من بدري يبقى الشيء جميل يعني من بدري يبقى الشيء حلو إنه يبقى الشناوي بيرايح وشو بير يخش في بداية الموسم كده إنه يبقى الأمور تبقى كده كل ما يلاقي فرصة إن العيب ياخد مكان أو فرصة كولر مفيش مشكلة خالص فأعتقد المعلومة اللي عندنا إنها هتحصل فيه المباراة القادمة إن الشو بير هيكون الحارس الأساسي ويريح الشناوي في المباراة القادمة ويستعد بقى لمباراة السوفر ما بعد ذلك طيب كنا بنتكلم الحقيقة هكمل أخبار مع حضراتكم بنتكلم على دوري أبطال أوروبا وعودته ولكن بالشكل جديد وعدد المباراة اللي زادت ودوري بالنقاط ده برضو هنكون منتظرينه ونشوف نجاحه ونستمتع به من خلاله